وصلنا لفقرة التغذية وزي ما متعودين يوم الخميس منستقبل كل الأسئلة اللي بتطرحوها على دكتورة روبا مشارباش واليوم دكتورة روبا رح تحكي لنا أكتر بما يخص الأغذية اللي بتأثر على صفاء ونقاء البشرة صباح الخير دكتورة صباح الخير أهلاً غادة حبيتي صباح الخير كيف تكروها أهلاً حبيتي طيب ندخل على أول سؤال أكيد احنا بنعرف قدي طبعاً مهتم ببشرتنا خارجياً وبنحط كريمات ودي كريم ونيت كريم بس الأهم واللي بخلي البشرة نظرة أكتر هو الغذاء الداخلي ضروري طبعاً أهم إشي التغذية لأنه إذا كان عندنا مشكلة بالتغذية أو مشكلة صحية هلا بنحكي بخلال يعني لما نجعوب الأسئلة رح يبين كمان في كتير أشياء بتأثر على البشرة ضرورية من الفحوصات وغيرها طيب السؤال الأول من ما رح بتقول شو هي الأكلات اللي بتحافظ على البشرة الضل صافية ونقية تمام هلا سؤالها كتير مهم أول إشي كتير مهم إحنا بننساه خاصة خلال فترة الشتاء اللي هو عدم شرب كميات كافية من المي إحنا تقريباً 70% 60-70% جسمنا عبارة عن مي فإحنا دائماً منشجع عشان نقدر نحافظ على نظارة بشرة إنه نشرب كميات كافية من المي تاني إشي الأطعم اللي بتحكي عنا في عنا نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدي الموجودة بالخضار عادة بالأخص والفواكه اللي كمان لها دور كتير كبير به نظارة البشرة زي مثلاً البتا كاروتين موجود بالجسر موجود به عدد كبير من الفواكه اللونها أحمر وبردقاني على أصفر في عنا مادة اللايكوبين موجودة بالبطيخ موجودة بالبندورة في عنا عد المواد المضادة للأكسدي التركيز على شرب المي والخضار والفواكه من أهم الأشياء الضرورية ولازم نعملها يومياً عشان نقدر نحافظ على نظارة البشرة تمام وكمان بما يخص الفيتامينات شادن بتقول هل الفيتامينات المقوعة للشعر بتزيد الوزن هل يجوز أخذها ليلاً قبل النوم؟ تمام في كتير ناس بياخدوا فيتامينات هلا إنها بتزيد الوزن؟ لا هلا ممكن بعض البي فيتامينات أو بعض البي فيتامينات تزيد شوي شهية نطفة بسيطة ولكن مش ما رح تزيد الوزن ما رح تزيد لك 2-3 كيلو لا بالعكس إذا وسؤالها كتير مهم لأنه مرات فيه أشياء بتغذيتنا بتكون خطأ وبكون في عنا نقص ببعض المعادن والفيتامينات بيأثر على الشعر على الوجه كمان زي أكتر إشي فقر الدم مخزون الحديد إنه يكون كتير واطي برضو بيعمل شحوب بالوجه بيعمل سواد عند منطقة العينين وبرضو بيعمل تقصف للشعر وتساقطه فمنتأكد من الحديد ومخزون الحديد كمان البيتولف إليه دخل بفقر الدم برضو بيأثر على البشرة وعلى الشعر والفيتامينات دي كمان إليه دور كتير كبير أوكي فيه ليان بتقول وبتسأل كيف ممكن نطول الشعر ونحافظ على صحة الأضافر والواقي الشمسي كم مدته أوكي هلا واقي الشمس أكيد هذا دكاترة الجلدية بركزوا عليه لأنه الأطباء التخصص الجلدية لأنه للحماية من سرطنات الجلد فأكيد بتضلها تحط إذا هي دايما بأشاعة الشمس بتضلها تحط واقي الشمس عشان هاي من الأشياء اللي بتحافظ على البشرة نقدر نحكي خارجياً غير عن موضوع التغذية بس أنا بدي أنا أركز على نقطة إحنا نقص الفيتامين دي بيأثر على الكالشيوم وبيأثر على الشعر والأضافر وعلى البشرة وخاصة على الشعر والأضافر فبدنا ننتبه إنه ممكن إحنا نتعرض للشمس بس مش بالحرارة الكتير يعني مش بالظهر الساعة 12 واحدة بس زيما بقول لك يومياً على الأقل بدينا نتعرض لمدة 10 دقايق لأشعة الشمس وبعدين نقدر نحط واقي الشمس فعشان هيك منقدر نتعرض بما تكون الذروة أو الظهور حرارة عالية جداً عشان ما تتأثر بشرتنا لأنه المشكلة واقي الشمس إنه بيأثر على إنه أنت تأخذ الكمية الكافية من فيتامين دي أو استفادة جلتك من فيتامين دي عن طريق الشمس فهاي دائماً بدينا نكون إنه حطين واقي شمس عشان نحافظ على البشرة ولكن بنفس الوقت عشان نقدر نأخذ احتياجاتنا من فيتامين دي طمعاً فيه سؤال لإلي أنا بس هل أنت مع الكولوجين اللي بنشراب وهل تعتقد أنه هذا مفيد للبشرة ومفيد للجسم ولا بتحسي إنه هو ترند أو هو بس موضة ورح تمر هلا هون عمل عليه دراسات كتير في بعض الدراسات يعني أشارت إنه ممكن يكون مفيد هلا الكولوجين بيجي عادة المكمل بيجي معه من فيتامين دي ففي بعض الدراسات قالت هل هو التأثير الإيجابي كان من فيتامين سي ولا من الكولوجين لأنه بالآخر هو بروتين وبنهضم زي أي نوع بروتين بس إحنا إذا أنت بتاخدي كميات كافية من البروتين اللي عم تاخديه برضو هذا بيحافظ على صحة البشرة والهاج تمام إذن إسراء أضافة ريطرية وكل الوقت بحاول أطولها وما بتقدر تطول طبيعي إنه بأخذ كالسيوم من الأكل ولا مكملات إذا من الأكل أكيد إحنا عادة احتياجات السيدة ألف ميلي جرام من الكالسيوم ما يعادل ثلاث أكواب حليب أو كاسة حليب اثنين لبن أو كاسة حليب ولبن وجبنة أو قطعتين جبن كبار وكاسة حليب أو لبن يعني بهيك بتاخدي احتياجاتك من الكالسيوم غير إنه في الخضار الورقية البقوليات برضو فيها مصدر نباتي للكالسيوم اللي بحاجة لمكملات اللي هم السيدات اللي عن جد ما بياخدوا أي مصادر للكالسيوم لأي سبب معين بإشراف طبيبه عادة يفضل تاخذي المكملات مش بجرعات عالية خاصة لامتصاص أفضل للكالسيوم يعني 500 ميلي جرام بالوقع الوحدة بكون كتير أحسن إنه ناخد 1000 ميلي جرام مرة واحدة نفس السؤال على الأضافر بس بتقول هون اللي بتسأل ليش بطلع شحطات أبيض على الأطفر هلا هذا ممكن يكون واحد من عملمات نقص الزينك إلها دخل كمان بالأضافر منلاحظ في نقاط بيضة بتكون أو شحطات بيضة خطوط بيضة على كل الأضافر هلا إذا كانت عقفت أطفر واحد على الأغلب لا بس إذا كان على كل الأضافر بسوء إنها تعمل فحص للزينك وإحنا دائما عشان نحافظ لشحة إذا حسنا في تغير بنظارة البشرة أو شعرنا كتير عم بتساقط تتأكدوا من الحديد مخزول الحديد البيتولف والفيتامين دي والكالسيوم وعنا كمان منال سلمان صباح الفل بدي أسأل عن سبب تكسر برضو الأضافر وشور الأشياء اللي بتحسن نمو الشعر وتزيد كثافته والأكل الصحي المفيد للبشرة واللي ما يزيد الوزن وأنا شايف إنه هون في كتير ناس خايفين من المكملات لأنه بحسوا إنه المكملات ممكن تفتح الشهية وممكن يزيد الوزن هلا أول إشي منها نعمله ما ناخد مكملات بشكل عشوائي للأسف مرات إحنا براجعنا سيدات على مراكز التغذية بياخدوا أكتر من نوع مكملات فلما أجي أحسب بس لن لفيتامين دي بلقيها بتاخد جرعة فيتامين دي عالية من هذا وهذا المكمل فيه وفيتامين دي فملقي إنها عم تاخد كتير أكتر من احتياجاتها فدائما نستشير طبيب وأخصائي نعمل فحوصات لنتأكد بالنسبة لكله الشعر والأضافر والبشرة ننتأكد من زي ما حكيت قبل شوي الحديد مخزول الحديد بيتولف زينك الناس إذا عندهم مشاكل بالغدة وغير مكتشفة ممكن كمان تأثر على جسمها فبسوة كمان إذا حست بأعراض تعمل هاي الأشياء بالنسبة للأكل بدنا نركز على السمك الأوميغا ثري الفيتامين دي هذول كتير مهمين للبشرة والأضافر نركز على مصادر الحديد إنها متاخد كفاية تقريبا سيدات بدهم 18 ميلي جرام فبدهم ياخدوهم من اللحمة الدجاج الأسماك نركز كمان على مصادر نباتية خضار ورقية بكثرة الفوليك أسد هذا كتير مهم الجزر كتير مهم هلا فوقت الصيف إذا نزلت عند الفراولة التوت الرمان هذول فيهم مفيدة جدا لصحة البشرة وأي حدا بده يحافظ على بدرا بشرة نظرة أنا وياك اليوم غدا كله خربطة بذلك أخر الأسبوع بشرة نظرة بمتأكدوا إنه عم بياخدوا فواكه وخضار يوميا لأنها كتير مهمة وأكتر مصادر للأنتي أكسيزنت وإيشي كتير مهم كمان للبنات الصباية الصغار بيعملوا حميات خاطئة قليلة جدا بالسعرات الحرارية بنزلوا وزن بشكل سريع هذا أكيد رح يأثر على مستوى معادن الفيتامينات ويعمل شحوب بالوجه تمام وأثر على الشعر طبعا بكتير في ناس بعملوا حميات بيكون بلغوا منها مجموعات غذائية كتير كبيرة زي الفواكه يعني في حميات ممكن تتبع زي الكيتو دايت وغيرها لفترة معينة تحت إشرف خصائي تغذية وطبي ولكن ما بصير نظام حياة يعد سنة وسنتين لأنه بالآخر في مجموعات غذائية كتير مهمة وفواكه عم تلغى وعم بلغى هالعناص الغذائية الأساسية وهون أنا شفت بنت أختي لما هي فيغان يعني تأثر كتير شعرها أول سنتين عبين ما صار في عندها استيعاب أنه إذا هي بدها تكمل بهذا النظام لازم يكون فيه بروتين لازم يكون فيه مكملات يعني هذا كمان إشي لازم دائما يكون زي ما قلتي مع إخصائية حتى يصير فيه توازن بالضبط بدي يصير فيه تحليل للنظام الغذائي إحنا مش ضد أنا دائما بحكي أنا مش ضد النظام النباتي بالعكس ومريح لكتير أشخاص ولكن بك تعرفي كيف تتبعي فيتامين سي كمان كتير مهم ما ننساهم وفايتامين إي موجود بالمكسرات مهم جدا لصحة البشرة طيب مريم تسأل برضو عن البشرة وعن الأضافر بتقول علاج الطبع البنية بعتقد هون أصدها الكلف هاي أصدها هذا في الوجه عندي تقوص بالأضافر إلى الأمام هل هذا من هشاشة العظام وما العلاج؟ إذا من الهشاشة بدأت تتأكد إذا أي حدا عنده هشاشة أكيد الناس اللي عندهم مشكلة بإنهم ياخدوا كميات الكالسيوم والفايتامين دي اليومية رح يتأثروا الأضافر وفي عدة أشكال يا بتصير تتكسر يا إذا كان مقوع مرات بيكون نقص الحديد فبدأت تتأكد بفحص إنه عندها مشكلة الهشاشة ما بنقدر نرجعها ولكن نتأكد إنه هدول الأشخاص إنه عم بياخدوا الكميات الكافية من الكالسيوم والفايتامين دي فهذا بدأت تتأكد منه بالنسبة للكلف هيدا تتشير أكيد أخصائية جلدية لأنه عادة من التضرر الشمس اللي بتعرض فيه للأشخاص للبشرة هذا يعني تخصص بشرة بدأتشوف لتشوف شو العلاج المناسب وأحياناً بيكون كمان فيه مشكلة بالغد الغدة بيأثر الغدة بتأثر على الكلف بتأثر على المشاكل الغدة كمان بتأثر على الشعر والأضافة شكراً شكراً شكراً